حتى أهل الضداء والأهواق أهل الضداء الأقائدية وأهل الضداء السياسية أن أقول بيننا وبينكم الخلفين بيننا وبينكم الكتبين ما نعفق يقول أجداء بيننا وبينكم الكتبين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله أخذنا حديث من اشترى طعاماً فلا يبيع حتى يكتال ما معنى حتى يكتال نعم يعرف كيله بنفسه بمعنى يقبضه وينظر الكيل في الرواية الأخرى حتى يقبضه معنى لا يبيعه حتى يقبضه بنفسه هل هذا خاص بالطعام أو حتى في السلع الأخرى من يجيب من سيرفع يده يقول في الطعام فقط ومن يخالف عندك في جميع المبيعات ما الدليل على العموم في غير الطعام ما من يذكر الحديث ما من اشترى شيئاً فلا يبيعه حتى يقبضه رواية شيئاً تعوم وحديثنا أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوز التجاري لا لحاله إلا ليس خاصاً بالطعام وليجوز له أن يهديه قبل أن يقبضه ليجوز الاهداء لا حرج فيه إنما الممنوع البيع قال المؤلفة فالله عنه السلام الرابعا بماذا يحصل القبض قال النووي رحمه الله تعالى في شحن مهذب ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية وفي المنقول بالنقل وفي المتناول باليد بالتناول وبه قال أحمد ومالك وبه قال أحمد وقال مالك وابو حنيف القبض في جميع الأشياء بالتخلية قياساً على العقار تخلية معنى يخلي بينك وبينه تحب أن تأخذها وأخذت وتحب أن تتركها وتركتها معنى إذا خلى بينك وبين أخذه فقد قبضته بمجرد بمجرد أن يسمح لك بأخذه خلى بينك وبين أخذه وما ذكره أحمد والشافي أقرب في العقار ونحوه بالتخلية وفي المنقول بالنقل وفي المتناول باليد بالتناول باليد قال النووي ودليلنا حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلاح حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أي ينقلها من المكان الأول ولأن القبض ورد به الشرع مطلقا فحصل على العرف والعرف فيما ينقل بالنقل وفيما لا ينقل بالتخلية قال فإن قيل فحوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجمع ليس بشرط أن يحوله إلى رحله إلى منزله يكفي أن يفارق المكان فلماذا؟ نعم جاء في الحديث ذلك قال قلنا دل الحديث على أصل النقل أن استفاد العلماء من الحديث أصل النقل وفهموا أن قوله إلى رحالهم خرج مخرج الغالب قال قلنا دل الحديث على أصل النقل أما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب ودل الإجمع على أنه ليس بشرط في أصل النقل والجواب عن القياس على العقار أنه لا يمكن فيه إلا التخلية ولأنه قبض له في العرف بخلاف المنقول والله سبحانه وعلا وصارت في عرافنا متأخرين أن العقارات نعم ما يتم القبر فيها إلا بعقد بيع مع أيضا تسليم الأوراق الخاصة بذلك وما أشبه ذلك ثم يخلي بينه وبينه ليس مجرد كلام فقط واحتج البيعقي للمذهب بحديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه رواه مسلم وفي رواية كنا نشتري الطعام من الرخبان جزافا فنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيع حتى ننقله من مكانه رواه البخاري ومسلم وفي رواية عن قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا ومعنى الجزاف أي بدون كيل صبرة صبرة الطعام تميز بالنظر فقط بدون الكيل هذا بيع الجزاف وهو جائز أيضا إذا اشترى هذه الصبرة ولو لم يعلم كم مقدارها ولكن يراها أمام عيني يقول اشتريها منك بكذا وكذا هذا الحديث يدل على جواز بيع الجزاف بالنظر إليه وفي رواية عنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤهوه إلى رحالهم رواه البخاري ومسلم انتهى كلام النوع رحم الله وقال الحنابل في المكيل والميزون قبضه بكيله ووزنه وكذلك المذروع بذرعه ومذهب الشافي أنه لا بد فيه من الوزن أو الكيل أو الذرع ثم تحويله كما ذكر ذلك النووي في المجموع ورجح هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لحديث زين بن ثابت المتقدم والصواف يعني اكتفى الحنابلة أنه إذا كان أو وزن صار قبضا وقد يستدل لهم برواية الباب حتى يكتاله لكن قد جاءت زيادة حتى يحولوه كما في حديث العمر حتى يؤهو إلى رحالهم وفي حديث زين ثابت نهى أن تباع الصلاح حيث تبتعه حتى يحوز التجار إلى رحالهم فيه زيادة معنا فالأقرب ما قاله الشافي أنه لو كان مكيلا أو موزونا لا يكفي الكيل أو الوزن حتى يحوله وعلى هذا فلو اشترى إنسان من تاجر مثلا كيسا من البر فجاء شخص ولا يزال الكيس عند التاجر هل له أن يبيعه قبل أن يحوله ليس له أن يبيعه إلى شخص آخر حتى يقبضه يكفي تحويله ولو إلى سيارته يفتلق مع التاجر ثم له أن يبيعه أمن يبيعه من نفس المحل إلى شخص آخر فهذا منه ينع المسألة الخامسة إذا تلفت السلعة بعد التفرق قبل القبر بدون تدخل آدمي تلفت السلعة وما زالت عند التاجر ما زالت عند الباع وهذه التلف بدون تدخل آدمي قدر الله ذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وقال ابن حبيب اختلف العلماء في من باع عبدا واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن يعني باع العبد وقال له هو عندي حتى تنقدني الثمن ذهب المشتريات بالثمن قدر الله على العبد بالموت مات العبد فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن فقال سعيد بن راء بن المسيهب وربيعه هو على الباع أنه احتبسه وأباء أن يسلمه فمعناه ما زال البيع معلقا لو لم يأتي بالثمن سيقول باعه وملكه وقال سليمان بن يسار هو على المشتري نظرا إلى أنه قد تم الاتفاق ما بقي إلا أن ينقده الثمن ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثور كل هؤلاء نظروا إلى أنه قد اتفقوا على البين إنما حجزه بالثمن وقال بالأول الحنفية والشافعية ولا أصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البين فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البايع ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري قال أبو عبد الله عفر الله لكثير من الفقهاء يبنون هذه المسألة على مسألة اشتراط القبض في صحة البيع فما قالوا فيه لا يجوز بيعه قبل قبضه فيقولون فيه ضمانه على الباع وما أجاز فيه بيعه قبل قبضه فيقولون فيه ضمانه على المشتري الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المسألة تنبني على استقرار الملك وإن لم يقبضه فإذا حصل عقد البيع وتفرق على ذلك فتصبح من ضمان المشتري والله أعلم عن إذا لم يشترط عليه وما قال ما أسلمه لك إلا بالثمن ما ما اشترط إنما تركه المشتري من قبل نفسه فهنا من ضمان المشتري وهذا هو ظاهر اختيار البخاري فقد قال في كتاب البيوع داب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند الباع أو مات قبل أن يقبض أو مات قبل أن يقبض وقال ابن عمر ما أدركت السفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع يعني وقع التباعع على شيء حي حاضق موجود فهو من المبتاع أي يتحمل والمشتري وهذا الآثر وصله للطحاوي والدار قطني بإسناد صحيح كما في المفتاحة كما في الفتحة وعلى هذا فلو منع الباعع المشتري من أخذ السلعة حتى يأتي بالثمن فضمانها على الباعع لأن ملك المشتري لم يستقر ما قد تم البيع ما زال معلق بشرط حتى تأتي بالثمن لو تأخر سيبيع لغيره وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح طاوس قال إن قال الباعع لا أعطيكه حتى تنقضني الثمن فهلك فهو من ضمان الباعع وإلا فهو من ضمان المشتري انتهى بمعنى وبنحوه قال ابن سيرين والنقعي والثورين فهذا هو الصحيح في المسألة ما ذكره طاوس تفصيل طاوس وهو قول ابن سيرين والنقعي والثورين والضعر أنه والمراد أيضاً لمذهب سعيد بن مسيه وربيع والحنفية والشافية السلام مهمة تحصل يحصل مثل ذلك يشتري المشتري شيئاً يضعها عند الباع إن كان الوضع من قبل المشتري المشتري نفسه ممكن من أخذها المشتري ممكن من أخذ السلعة وهو الذي قال ضعها عندك أمانة فهلكت بدون تفريط من الباع فهي من ضمان المشتري إذا منع الباع قال أبداً ما تأخذها حتى تنقضني الثمن إذن هنا ما تم البيع ما زال البيع معلق ما زال البيع معلقاً بشرط لم يستقر الملك فإذا هلكت فهي من ضمان الباع سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله أحلامك أشهد أن لا إله أشهد أن الله أشهد أن لا إله سلام عليكم معنا وعلى عبد الله